موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من قناة سهيل والبداية بأبرز العناوين موسيقى التحالف العربي ينفذ عملية جديدة ضد مواقع سرية للطائرات المسيارة في صنعان موسيقى وفاة العميد عبد المجيد علوس جراء مضاعفات التعذيب في سجون بيليشيات الحوث الارهابية موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تنفيذ عملية جديدة من استهداف مواقع عسكرية تابعة لميليشيات إيران الحوثية في العاصمة اليمنية صنع وقال التحالف إن العملية استهدفت مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيرة التي تستخدمها الميليشيات الحوثية والتي كانت أيضا تستخدم مبنى قيد الإنشاء كمعمل سري لطائراتها المسيرة ووضح التحالف بأنه اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية أثناء الاستهداف وكان التحالف قد طالب المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة مؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية تمكن أبطال القوات المشتركة من تحرير عدد من مناطق مديرية مقبنى بمحافظة تعز واعتلى أبطال الألوية تهامة والزرانيق والعمالقة وحراس الجمهورية الجبالة والتباب المتاخمة لمديرية جبرراس فيما يقف آخرون من الأبطال في التخوم الجنوبية لمديرية الجراحي فيما تسود حالة من الإرباك في صفوف ميليشيات الحوثي ما بعد حيث جنوبي الحديدة تدور معارك فاصلة مفعمة باستشرافات وتوقعات يتداخل فيها أشواق اليمنيين بتحرير مشوب بحذر من خدلان تجاوزه أبطال القوات المشتركة صعودا إلى قمم جبال مديرية جبرراس وسط انهيار ميليشيات الحوثي الإيرانية اجزارت عناصرها بين أسير وقتيل في السهول والجبال لا صوت يعلو فوق صوت الأحرار وقد أطل على منطقتين المرير والسراد سارت ألوية تهامة والزرانيق والعمالقة وسارت في ليال خمس حتى وصلت إلى بفرق العدين في اليوم السادس والتخوب الجنوبية لمديرية الجراحي فهربت ميليشيات الحوثي الإرهابية واتخذت من سكان مديرية الجراحي دروعا بشرية فرقادتها إلى محافظتي الحديدة وإب تاركين عناصرهم لمواجهة موت يبدو مؤجلا وقد توقف المقاتلون في منطقة البغيل على بعد عشر كيلومتر من مركز المديرية كاستراحة محارب بعض الوحدات تتوغل في خط العدين باتجاه محافظة إب إذ يتطلع أبناء تهامة لتحرير محافظتهم وقد أوغلت ميليشيات الحوثي الإرهابية في الهدم والقتل أما جنوب حيس فالعمالقة وألوية تهامة مستمرون في زحفهم ليحرروا قرى المنجارة والمبراح والخيفة والعكدة والحناية وحتى قلعتي القليلة ودار الكافر الاستراتيجية في مديرية مقبنة يدون الأبطال انتصاراتهم في أعالي جبال شمير شعرا ونثرا بالأرض تشهد والهضاب ما نفكر بالمصاحب والخيانة أنتصر رغم المعاناة الصعاب والعدو بانجيله في أوانا أعتقد قد أقترب يوم الحساب أبشروا نستأصله ونقطع لسانه نحن اللحوش الضارية والذياب هي معركة فتحت آمال اليمنيين قاطبة لاستكمال التحرير بعد أن وسعت ميليشيات الحوثي الإيرانية من انتهاكاتها المروعة بحق الإنسان اليمني واستهدفت الهوية والجمهورية فلا عاصم الاتفاقيات سرية أو علنية من غضب الشعب وزمجرة الأبطال وإن خذلوا أو مكر بهم الماكرون وإن كان مكر أعداء اليمن لا تزول منه الجبال عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة قال مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة العميد الركن أحمد الأشول إن قوات الجيش الوطني تخوض معارك مقدسة ومصيرية ضد المشروع الإيراني الإرهابي وكان العميد الأشول وأكد أن ميليشيات إيران الحوثية تلقت ضربات قاضية في جبهات من محافظة مأرب متعددة على أيدي أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأشار العميد الأشول في حوار مع قناة اليمن الفضائية إلى أن ميليشيات الحوثي تمارس التضليل الإعلامي لرفع معنويات عناصرها الإرهابية الذين تدفع بهم إلى محارق الجبهات في سبيل تحقيق أهدافها أهداف الإمامة المتطرفة وأشار العميد الأشول وأشاد بدور تحالف دعم الشرعية الداعم والمساند لأبطال الجيش في الجبهات المختلفة نفذت القوات المشتركة عملية عسكرية واسعة على مواقع ميليشيات الحوثي شمال الضالع وقالت مصادر ميدانية إن العملية استهدفت قطاعي الفاخر وحبيل العبدي غربي قعطبة وشارت المصادر إلى أن القوات المشتركة كبدت ميليشيات الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد شاروا إلى أن العملية العسكرية المشتركة جرت بقيادة مباشرة من قائد محور الضالع الأميد الركن هادي العولقي ونائب المحور العقيد أحمد قائد القبة ليست الحوثية بشيء يستعصي على اليمنيين هزيمته لكنها تتسلل من الشقوق التي بذرتها في الصف الجمهوري وبسد كل تلك الثغرات وإعادة توحيد الصف الجمهوري ستذهب الميليشيات وأدراج الرياح تجر خلفها ذيول الهزيمة ولعنات الأجهال يمن موحد في وجه عدو وحيد تلك حقيقة الوضع المتضمنة لمعادلة النصر المعادلة التي أدى الذهاب بعيدا عن مسارها للتيه في متاهات لا حسن طوال سبع عجاف من السنين سفكت إيران خلالها كثيرا من دماء اليمنيين والتهمت ميليشياتها الجغرافية وشردت الملايين كان واضحا في كل محطة من محطات المواجهة بين فكرة الدولة ومخططات الملشنة أن ميليشيا إيران تتنفس من ثقوب الخلافات البينية في الصف الجمهوري وتتمدد على مساحات الصراعات الهامشية لتلتهم المتن وتفتك بالجميع واقع قدمت مأرب مبكرا علاجه الناجع بشكل عملي فاعتصم بعاصمة سبع الباحثون عن ظل الدولة الجامعة لشتات الجميع في مواجهة عدو الكل ومع استبانة خيط مأرب الأبيض من سواد ليل الملشنة الإيرانية وظلمات لا دولة أقسم إيرلو وملالي إيران أن يحرق النموذج الجامع لليمنيين فألقوا بكل ثقلهم في الهجوم والعدوان على مأرب معتبرين معركتها معركة إيران الفاصلة في مخططها للسيطرة على المنطقة غير أن مأرب ورغم كل ما حشدوا لأجلها كسرت مشروع كسرى المتغطي بعمامة خامنئي والإمامة وبدلا من سيطرة ميليشيا إيران على واحة الحرية أشعل الأحرار الأرض في أكثر من جبهة تحت أقدام الميليشيا الإيرانية وكما كتب على عملاء إيرلو الذلة في تعز وتكسرت أضلاع مؤامراتهم في الضالع واحترقوا في حر تهامة بدت أولى مناطق اللواء الأخضر حمراء في وجوههم فتأكد لهم ولغيرهم أنه لا جذور ولا حاضنة لهم وأن إصرار اليمنيين على تنفيذ قرار الحسم دون الوقوع في فخ هدنة أو العودة لمتاهة الخلافات كفيل بأن يلتقي الأحرار من كل الجبهات والجهات ليرفع علم الجمهورية قريبا على جبال مران وليدوي خالدا نشيد الوطن وتتبدد صرخة إيران سخر وزير الإعلام عمر الإرياني من حديث قيادات ميليشيات إيران الحوثية عن تصعيد عسكري يستهدفها قال وزير الإعلام إن حديث ميليشيات الحوث المثير للسخرية والشفقة يؤكد انكسار مخططاتها وحالة الهلع والخوف التي تنتابها وأشر الإيراني إلى أن اليمنيين والعالم أجمع باتوا يدركون موقف ميليشيات الحوث الرافض للسلام ومضيها في نهج التصعيد السياسي واستمرار هجماتها الإرهابية على الأعيان المدنية في المناطق المحررة والأراضي السعودية وطلب وزير الإعلام المجتمع الدولي بتقديم دعم حقيقي للحكومة الشرعية في معارك استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أهمية دعم الحكومة اليمنية في هذه المرحلة الخطيرة من مسار النزاع وقال أبو الغيط خلال لقائه المبعوث الأممي هانس جرينبورغ في القاخرة إن ميليشيات الحوثي أظهرت عدم اكتراث بكافة نداءات السلعة وأشدد أبو الغيط على أهمية بذل قدر كاف من الضغوط الدولية من أجل حمل ميليشيات الحوثي على الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار وبدء مسار جد للمحادثات السياسية أعرب أبو الغيط عن بالغ القلق حيال التصعيد الحوثي المدعوم إيرانيا على محافظة مارب التي تضم ملايين النازحين بحث مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة سفير عبدالله السعدي مع المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سيمينبي التطورات السياسية والإنسانية والجهود المبدولة للتواصل إلى السلام في اليمن وأكد السفير السعدي حرص الحكومة على خيار السلام والحوار لحل الأزمة اليمنية وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الذي أسفر عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم وأشدد السفير السعدي على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي المزيد من الضغوط على ميليشيات إيران الحوثية لوقف تصعيدها ونبذي العنف والإخراط الإيجابي في جهود المجتمع الدولي للدفع قدما بعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة من جانبه يكد المبعوث السويدي موقف بلاده الدائم للحكومة اليمنية ولكل الجهود التي تفذلها الأمم المتحدة من أجل السلام أدانت المملكة العربية السعودية اقتحام ميليشيات إيران الحوثية الإرهابية مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعها واحتجازها عددا من منسوب السفارة والعملين فيها وأكدت الخارجية السعودية في بيان إن العمل الإجرامي الذي قامت به الميليشيات الحوثية الإرهابية يعد انتهاكا صارخا للأحراف والقوانين الدولية وطالبت بسرعة الإفراج عن منتسبي السفارة الأمريكية وشددت الخارجية السعودية على أهمية وقف المجتمع الدولي بشكل حازم أمام الانتكاكات التي تقوم بها ميليشيات إيران الحوثية وأهمية تنفيذ القرارات الدولية بالوصول إلى حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار لليمن وشعبه قالت الأمم المتحدة إن تصعيد ميليشيات الحوثي على محافظة مارب سيؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية للسكان في المحافظة خاصة النازحين داخليا وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إساء سلامة وأمن المدنيين في محافظة مارب وأدعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في اليمن وأضحت المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين شابية مانتو أنه لا يمكن إيقاف المزيد من المعاناة إلا من خلال الحل السلمي للصراع قالت مانتو إن حالة النزاح النزوح الجديد تؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية القائمة مما يضاعف بشكل كبير الحاجة إلى المأوى والمواد المنزلية الأساسية ومرافق النظافة والتعليم وخدمات الحماية خاصة للأطفال وجددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين دعوتها إلى حماية المدنيين والبنى التحتية بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية ومواقع النزوح أعلنت الحكومة اليمنية رفضها وعدم اعترافها بالإجراءات وحادية الجانب التي اتخذتها شركة ام تي ان للاتصالات والمعلومات والمتعلقة بالخروج النهائي من اليمن وبيع حصتها لشركة اتصالات أخرى قال مصدر مسؤول في وزارة الاتصال وتقنية المعلومات إن الحكومة لا تعترف بأي طرف قامت ام تي ان بالاتفاق معه أو بيع حصتها له للخروج من اليمن دون التشاور أو العودة إلى الحكومة الشرعية والوفاء بالتزاماتها القانونية أوضح المصدر الحكومي أن ما قامت به شركة ام تي ان يعد بمثابة تهرب من دفع الرسوم القانونية التي عليها وخاصة الضرائب وقيم الترخيص للفترة الماضية وكذلك كلفة الخدمات التي قدمت لها دون تزديد رسومها بمختلف أنواعها وأكد المصدر المسؤول أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الحقوق القانونية وحماية المستهلك اليمني والمستخدم للشبكة وأكد بأن الحكومة لن تسمح لمنتحل صفة مشتري الحصة ام تي ان بالعمل في أراضي الجمهورية اليمنية كون ذلك مخالف للقوانين اليمنية ومن حق الحكومة ملاحقته وفقا للقوانين اليمنية والدولية أكدت رابطة أمهات المختطفين وفاة المختطف عبد المجيد محمد علوس يوم أمس في مستشفى العلوم والتكنولوجيا بصنعاء جراء إصابته بجلطة دماغية وهو في سجن الأمن السياسي التابع لميليشيات الحوث بشملان وأوضحت رابطة أمهات المختطفين في بيان أن المختطف علوس كان قد أصيب بجلطة ونزيف داخلي في الدماغ في شهر يوليو 2020 وتم إصعافه إلى المستشفى الجمهوري بصنعاء وسومح لأسرته برؤيته بعد عشرين يوما من إصعافه وكان عاجزا عن الكلام وقالت رابطة أمهات المختطفين أن المختطف عبد المجيد علوس ستين عاما توفي بسبب مضاعفات التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي بعد اختطافه لأكثر من خمس سنوات واستنكرت رابطة الأمهات كافت أشكال التعذيب الجسدي والنفسي وسوء الأوضاع الصحية التي تعرض لها المختطف علوس داخل أجهزة وسجون ميليشيات الحوثي وحملت جماعة الحوثي مسؤولية وفاة المختطف تفقد وزير الصحة العامة وسكان الدكتور قاسم بحيب إحسير العمل في مشروع تأخيل مستشفى عدن العام ومركز القلب الذي ينفذ بدعم سعودي وطلع الوزير على التجهيزات الطبية والفنية بالمستشفى والمركز والساعة السريرية للمركز وإضافة إلى أقسام الرقود وغرف العمليات للقلب المفتوح ووقف الوزير بحيب إحسير على الترتيبات النهائية الجارية لتسليم المستشفى بعد استكمال أعماله والتجهيزات الطبية فيه بحث وزير الأوقاف والإرشاد محمد عيضة شبيبة مع السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر جهود أو تسهيل إجراءات تفويج المعتمرين اليمنيين عبر منفذ الوديعة البري وإيجاد الحلول والمعالجات لتسيير عبورهم بانسيابية وأناقش لقاء إمكانية إعادة النظر في شرط تجاوز المعتمرين سن الأربعين بدون مرافق وإشكالية تعليق صدور التاشيرات لبعض المعتمرين في المسار الإلكتروني للعمرة وما يترتب على ذلك من تحديات وصعوبات على المعتمر والوكالات المفوجة من جانبه أكد السفير محمد الجابر حرص المملكة العربية السعودية على خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسكهم وقال إن الجهات المختصة تتخذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى خدمة الحجاج وستتواصل مع الجهات المعنية لمعالجة الملاحظات المقدمة من جانب وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية كرمت وزارة الداخلية قيادات وأفراد مركز ونقطة اللبيب الأمنية بالمدخل الغربي بمحافظة المهرة تقديرا لنجاحاتهم في القبض على عدد من المطلوبين أمنيا أوضح مدير عام التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية العميد عبدالقوي باعش أن التكريمة يأتي تنفيذا لتوجيهات الوزير إبراهيم حيدان وثمن باعش إنجازات النقطة الأمنية وجاهزية أفرادها وجهودهم في ضبط الخارجين عن القانون في الخط الدولي الرابط بين محافظتي حضر موت والمهرة ترجمة نانسي قنقر في المنتهى تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل دمتم في أمان الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر